بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة جماعة ان شاء الله عايزين نبدأ شغل جديد كده مع بعض. هنبدأ ننزل فيجول بيزك تسعتاشر او فيجول ستوديو يعني بمعنى صح. واسي كيو ال اتنين وعشرين. والفورم السحري. يعني اكنا المحاور التلاتة دول هما اللي هنبقى شغالين على يوم الفترة اللي جاية. فيفضل اللي عنده فيجول بيزك قديم والجهاز بتاعه يعني يستحمل لحد السعتاشر تمام. انا جربته طبعا اتنين وعشرين طلعت تقيل جدا. فتسعتاشر تقيل برضو بس ايه معقول شوية ممكن يشتغل معنا. الاسي كيو ال اتنين وعشرين لأ شغال زي الفول لو تمام. طيب هنبدأ النهاردة ان شاء الله تحميل الفيجول ستوديو تسعتاشر طبعا من مايكروسوفت. هننزل آآ الكميونيتي لانه مجانا تماما. الميزة ان الفيجول ستوديو مجانا والاسي كيو ال مجانا. آآ بعد كده ان شاء الله هنحمل آآ الريبورت فيور ده في درس اخر. وبعد كده نعمل تحميل برضو اسي كيو ال اتنين وعشرين. شوف ازاي نعمل عليه اكتر من سيرفر لان الناس بدأت تطلب كلام ده. وبعد كده نشوف بقى قاعدة البيانات والجداول والاستعلامات. وهكزا مع بعضينا كده ان شاء الله واحدة واحدة والركز في الشغل ده. طيب هنبدأ النهاردة واحدة كده معاكم في تحميل الفيجول ستوديو تسعتاشر. هنيجي نكتب هنا داونلود. طبعا هو جاهز لان انا كنت عامله قبل كده. فحضغط على داونلود فيجول ستوديو كوميونيتي تسعتاشر. زي ما انت شايفين اهو ده طبع مايكروسوفت هنبدأ نحمل. هو بيقولي على الساعتاشر ولا سبعتاشر ولا خمستاشر. هندخل وكل واحد حسب امكانيات الجهاز بتاعه. طبعا هو بيقترح علي بيقولي فيجول ستوديو اتنين وعشرين داونلود لان دا احدث حاجة. فلو انت جهازك يستحمل آآ هتحمله طبعا هيبقى افضل. طب تعالوا بقى نخش احنا على ساعتاشر. يبقى بنزل لتحت شوية كده. بلاقي تساعتاشر بضغط عليه. وهقول له داونلود. طبعا بيقولي لازم تسجل في مايكروسوفت. انا ليه حساب في مايكروسوفت هكتبه. انتو لو حد ملهوش هيعمل حساب عملية بسيطة برضو زي الجوجل كده بالزبط ولكن لازم الحساب دا يبقى موجود عندك. طيب انا هعمله وبعدين نرجع نكمل مع بعض. بعد ما سجلت جماعة برجع اضغط على داونلود مرة اخرى. هيدخلني على الصفحة دي. طب بنبدأ نلاقي كده في كازا حاجة ممكن احملها. فطبعا هنا انتربرايز دا بفلوس. وبرضو البروفيشنال بفلوس. هلاقي هنا الكميونيتي 2019 دا مجانا. طب هنبدأ نعمل اي دا اقول له. بعد شوية بلاقيه بيقولي طيب انت بقى عايز وفين دلوقتي? هقول له تعالي كده على وحقول له طبعا ايكونة صغيرة جدا مش هتاخد وقت هتنزل على طول. بلاقي عندي ايكونة بالمنظر دا. طيب هنضغط عليها. احنا طبعا هنا يا جماعة كل الكلام دا بيبقى من خلال النت. حسب بقى سرعة النت عندك. انا هبدأ اضغطين على دي. هيبدأ بقى يحمل معي واحدة واحدة كده. طبعا بيقول لي هل ترغب السماح للتطبيق? هقول له نعم. هنا بيقول لي فيجول ستوديو انستولار. هقول له كونتينيو. بعد ما بيخلص كده جماعة. بصوا جماعة هيدخلني على القايمة دي. طبعا في حاجات كتيرة ومنتجات كتيرة جدا ما ينفعش نزلها هتبقى تقيلة جدا. احنا بنختار الحاجة اللي احنا عايزينها. طب احنا محتاجين ايه? بصوا كده شايفين الدوت نت. هي دي اللي انا عايزها. مش عايز اكتر من كده. هبدأ اضغط عليها. بيقول لي دي الحاجات اللي انت عايز تنزلها عايز تزود فيها حاجة. لو انا حبيت اي حاجة بزود من هنا عليها. بقول له لا انا مش محتاج كفاية اول حد كده. فبيقول لي طيب دول هيعملو خمسة جيجا. فهقول له ايه? انستل. هيبدأ هو بقى يحمل كده واحدة واحدة مع نفسه. بسيبه براحته خالص لحد ما يخلص. وبعد كده ان شاء الله. انا طبعا هوقف التسجيل بياخد راحته خالص. انا نزلت ويندوز مخصوص جديدة جماعة. عشان اشرح لكم الكلام ده واحدة واحدة كده ونبدأ صفحة جديدة مع بعض. بعد ما يخلص هنبدأ نكمل مع بعض. طبعا يا جماعة هو كده قرب خلاص خالص. اه وهو بيحمل بقى انت خلي بالك ساعات بتلاقيه بيتنح شوية كده ممكن يتنح له بالربع ساعة بالنص ساعة. مش في دماغك. سيبه براحته خالص. طالما ما بيقولكش النت في مشكلة ولا حاجة. سيبه لحد ما يخلص خالص. في ملاحظة كمان يا جماعة وهو بينزل آآ الفيجوال ستوديو تسعتاشر ده. بينزل معي فريم ويرك اربعة بوينت سبعة بوينت تو. على اساس ان احنا لو محملناش الفيجوال ستوديو تسعتاشر وجينا بعد كده نحمل آآ سيرفر الفين اتنين وعشرين. ممكن الاقيه يطلب مني الفريم ويرك ده. فبنزله برضو عادي من مايكروسوفت عادي. بكتب دوت نت اربعة بوينت سبعة بوينت اتنين. ينزلهولي برضو عادي خالص وما فيش مشكلة وبس الطبق عادي خالص. طبعا هنا هو بعد ما خلص يا جماعة بيطلب مني ريستارت فحقول له ريستارت بعدين نرجع نشوف مع بعض. بعد ما عملنا ريستارت يا جماعة هروح افتح في ويندوز في البداية. نعمل توسيع. هلاقي طبعا نزل معايا الفيجوال ستوديو الفين وتسعتاشر. هنضغط عليه. هيبدأ يفتح معايا بالشكل ده زي ما نشايفين. طبعا في التشغيل الاول مرة بياخد شوية وقت كده عبال ما بيجهز نفسه فما فيش مشكلة بالنسبة لها. هيطلع لجماعة القايمة دي. برضو بيقول لي ساين ان تاني ولا? هقول له لا نطنة وبقى. هنضغط عليها. هنا بيخيرني على الشكل اللي انا هشتغل به. آآ الافتراضي اللي هو البلو. هنخليه زي ما هو لو انت عايز اي شكل تاني براحتك. طيب هنقول له ستارت فيجوال ستوديو. طبعا هنا بيقول لي التحذير للاستخدام لاول مرة. وان الكلام ده هياخد بعض الوقت يعني. ما فيش مشكلة. هنستنى لما يخلص خالص. هيبدأ يا جماعة يفتح معي البرنامج هول اول مرة. وبيقول لي طبعا باختار كرييت نيو بروشيكت. هنضغط عليها. هتختار تشتغل على ايه بالزبط? فحاجة انا من هنا. بصوا معي كده. هنفتح دي كده. وهنختار منها. طبعا في حاجات كتيرة بالنسبة لي. فانعايز الفيجوال بيزيك. طبعا الناس اللي بتشغل على السي شارب. هيختار سي شارب. كل واحد حسب الحاجة اللي بتشغل عليها. فاحنا شغالين على الفيجوال بيزيك. هنختار. طبعا احنا بدل ما نقعد ندور يعني. فبنختار من هنا. طيب بنيجي نشوف تاني حاجة. هنا بيقول لي هتشتغل على اندرويد ولا هتشتغل على ايه. اقول لأ انا هاشتغل على ويندوز. طيب بنيجي نفتح اخر واحدة. بقول لي برضو في اختيارات هنا. احنا هنشتغل عليها جماعة ديسكتوب. يعني في الاولانية دي بحط فيجوال بيزيك او بختار فيجوال بيزيك. في التانية دي بختار ويندوز. في التالتة بختار ديسكتوب. فما حدش بقى يجري يروحها الاولاني لان ده XAML ده شغلانة كده وحدوتة لأ احنا بنشتغل على ده اللي هو Visual Basic Windows Desktop هندغط عليه وهقول له Next طبعا بيقول لي هتسمي التطبيق بتاعك ده ايه او هتسمي البرنامج بتاعك ايه هقول له طبعا اي حاجة تعال نسميه مثلا تجربة طيب اللي عايز تحطه فين هو دلوقتي المفروض في السي وحيروح لليوزر وحيروح على الاسم بتاعي وهكذا اقول له لأ خليهولي مثلا على سطح المكتب ممكن تكون انت مجاهز ملف او اي حاجة او في المكان اللي يعجبك يعني ممكن على مكان ثابت زي ما انت عايز فبيفتح لي كده انا بقول له مبدايا خليني على الديسكتوب هقول له سيلكت هو كده هيحطه على الديسكتوب اسمه تجربة وهنا بيقول لي طبعا الفريمورك زي ما اتفقنا اربعة سبعة اتنين هو بينزلهولي ده جماعة اساسي وزي ما قولنا حنستخدمه بعد كده طيب هنا خلاص مش عايزين حاجة تاني حقول له create طبعا احنا كان ممكن ضغطنا هنا لو ضغطنا دي اخترناها معناها الاختيارات اللي انا اخترتها اول ما هيجي يدخل على مشروع جديد هيختارها مش محتاج بقى اختارها تاني تمام؟ فممكن كنا علمنا هنا عادي ماشي يا جماعة تحطولي علامة هنا بيفتح معنا جماعة البرنامج بالشكل ده لو فتحنا جماعة طول بوكس مش هلاقي الريبورت فيور ماشي؟ زي ما انتم شايفين كده مش موجود فحنبدأ الدرس القادم ان شاء الله نشوف ازاي نخليه يحمل الريبورت فيور ويبقى جزء من البرنامج اه اتمنى جماعة الدرس يعجبكم ويكون سهل بالنسبة لكم والناس الجاز بتاح هيستحمل الفيجوال بيزيك تساعتاشر ينزلوا واللي استحمل اتنين وعشرين ينزلوا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته